رابعاً أنواع البطالة بنقول عندنا عدة أنواع من البطالة أهمها واحد البطالة الاحتكاكية وهي نوع من أنواع البطالة تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة النتيجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني وهي هذا النوع من البطالة يحدث نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين طبعاً عن فرص العمل وأصحاب الأعمال وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من منطقة أو كليم غرافي إلى منطقة أخرى أو كليم غرافي آخر أو عندما تقرر مثلاً على سبيل المثال ربة المنزل مثلاً أنها تخرج لسوق العمل بعدما تجاوزت مرحلة تربية أطفالها ورعايته الخلاصة يكون هذا النوع من البطالة بسبب نقص المعلومات عن سوق العمل وبنقول أن السم المميزة للبطالة الاحتكاكية أن هي مؤقتة وأن الاحتكاك بسوق العمل هو لابد أن يسمح بوجود الوظيفة المناسبة فلذلك دائماً الأفراد والعمال أو طالب العمل دائماً التنقل من فرصة إلى أخرى نتيجة للبحث عن فرصة عمل جيدة أو أفضل من اللي هم عليها في اللحظة الحالية بنقول يمكن أن نحدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا النوع من البطالة في عدة أسباب مختصرة على النحو التالي السبب الأول هو الافتقار المهارة والخبرة اللذمة لتأدية العمل المتاح الحاجة الثانية صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل والتخصص الدقيق الحاجة الثالثة هي التغير ومستمر في بيئة الأعمال والمهن المختلفة والأمر هو الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة ومتجددة باستمرار البطالة الهيكلية بالأول النوع الثاني من أنواع البطالة هو اسم النوع البطالة الهيكلية البطالة الهيكلية يعني عندنا اختلال بيحصل في الاقتصاد بشكل عام وهذا الاختلال ينبع من الاختلال بين هيكل عرض العمالة وهيكل الطلب عليها ولذلك بنقول أن هذا النوع من البطالة بيجي بسبب التحولات الاقتصادية التي تحدث من حين الآخر في هيكل الاقتصاد لذلك سميت بالبطالة الهيكلية بنقول في النوع الثالث من البطالة اسمه البطالة الموسمية وطبعا دي بطالة يعني من اسمها موسمية يعني تحدث في موسم معين وتختفي بعد انتهاء الموسم أو يعني تكون ما فيش بطالة في موسم معين ثم تبدأ في الظهور بعد انتهاء هذا الموسم وبنقول مثلا ندي بعض الأمثلة عليها نقول فمثلا في أوقات جاني محصول مثلا الحمضيات يزيد الطلب على العمال الزراعين ثم يقل الطلب عليهم حتى مجيء موسم محصول أخ طيب إزاي نتفادى مثل هذا النوع من البطالة بنقول نتفاداه بانخراط العاملين وإن نحن نكون بتدريبهم على أعمال أخرى يمكن أن نحن يعني يمكن مزاولتها بعد انتهاء الموسم الانتاجي للسلعة التي يعملون فيها أساس بنقول البطالة للنوع الرابع من أنواع البطالة اسمها البطالة المقنعة والبطالة المقنعة دي وجود أشخاص أساسا بيأخذوا شغالين في الجهاز الإداري والحكومي في الدول والناس دي بتأخذ مرتبات ولكن للأسف الشديد إنتاجيتهم يعني منعدمة أو إنتاجيتهم ممكن نقول ضئيلة جدا بحيث أن نحن لو يعني مشينا الناس دي وأنهم خلاص متشكرين مش عايزينكم يعني ممكن الانتاج الكل ما ينقصوا لحاجة يعني عايز أقول إن وجودهم لا يؤثر في الانتاج الكل وإن إحنا لو فصلناهم من العمل أو مشيناهم من العمل يعني وجودهم زي عدم وزي ما بيقولوا فإنتاجيتهم معدومة تقريبا فالبطالة المقنعة وجود أشخاص بيشتغلوا وبيأخذوا مرتبات من ضمن الجهاز الإداري للدول ولكن للأسف الشديد إنتاجيتهم ضئيلة جدا أو معدومة فإن إحنا لو مشينا الناس دي وتخلصنا منهم الإنتاج الكل مش هيئل ولا حاجة فهي دي البطالة المقنعة البطالة الدورية يعني من اسمها دورية يعني ترتبط بالدورة الاقتصادية من كساد ورواغ ويرى بعض الاقتصاديين أن تزبزب في الدورة الاقتصادية يعني ناتج عن السياسات المؤدية الانكماش إلى الانكماش أو إلى ارتفاع معدلات التضخم وبنعتبر أو يعد أو يعني الاقتصادين بيعتبروا البطالة الدورية هي بطالة إجبارية على اعتبر أن العاطلين عن العمل في هذه الحالة هم على استعداد للعمل بالأجور السائدة إلا أنهم لم يجدوا فرصة العمل في ظل هذه الأوضاع هناك أنواع أخرى من البطالة مش مشهورة ولكنها مهمة جدا للغاية أهمها البطالة السلوكية وهي امتناع بعض العاطليين عن العمل من الالتحاق بوظائف دنيا خوفا من نظرة المجتمع للعمل زي مثلا تنظيف الشوارع وجمع القمامة وأعمال النظافة وما إلى ذلك وأعمال البناء والمقاولات وغيرها كعمالة وليست يعني أعمال إداري النوع الثاني من البطالة البطالة الناشئة عن العمال الوافدة أو المستوردة من الخارج وهي بطالة نتجة لوفود عمال من خارج الدولة هربا من البطالة في بلادهم ومزاحمتهم للعمال المحليين وخاصة أنهم يقبلوا أجور طبعا تقل بكثير عما يقبله العمال المواطنون خامسا هنتحدث الآن في العلاقة بشكل سريع بين البطالة والتضخم بنقول أن العلاقة بين البطالة والتضخم يتكلم فيها اقتصادي كبير جدا الاقتصادي ده هو الاقتصادي النيوزيلندي فيليبس والاقتصادي هذا يعني قام بدراسة تطبيقية على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية واستخدم فيها بيانات فترة من 1861 ل1957 والرجل دوت فيليبسي توصل إلى وجود علاقة عكسية بين البطالة والتضخم وشاف أن يعني درس العلاقة ما بين ارتفاع الأجور كممثل لمعدل التضخم وبين معدل البطالة يعني ما أسل علاقة بشكل مباشر بين البطالة والتضخم ولكنه اعتمد على معدل الارتفاع في الأجور كممثل لمعدل التضخم بنقول يتتضح العلاقة بين البطالة والتضخم مفكرا لما ذكره فيليبس على النحو التالي نشوف كده في الرسم البياني المتاح أمامنا الآن على الشاشة نبص على الرسمة بنقول أنه لو نبص هنا فيه هنا على المحور الرأسي معدل التضخم وعلى المحور الأفقي عندنا معدل البطالة وبنقول لو كان معدل مثلا لو كان معدل التضخم 5% معدل التضخم لو كان 5% نلاحظ أن معدل البطالة يبقى 12% طيب لو دلوقتي معدل التضخم ارتفع من 5% مثلا إلى 10% ماذا سيحدث في معدل البطالة؟ بنقول لو ارتفع معدل التضخم من 5% إلى 10% سوف تنخفض معدلات البطالة مثلا مثلا على سبيل المثال من 12% إلى 4% طبعا الشكل هذا مشكل توضيحي وليس ما هو ما توصل إليه فيليبس بالتحديد ولكنه شكل توضيحي يوضح بس فقط العلاقة العكسية بين معدل التضخم والبطالة فإذا أردنا أن نعالج مشكلة البطالة وفقا لما يقوله فيليبس لابد أن نسمح بارتفاع بعض الشيء أو ارتفاع المستوى العمد الأسعار بعد الشيء يعني ارتفاع معدلات التضخم ونلاحظ أن منحنى فيليبس هو منحنى ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين معبرا عن وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم ومعدل البطالة كما يتضح فيه الشكل بنقول التحليل الاقتصادي لما ذكره فيليبس بيقوله التحليل الاقتصادي المنطقي لما توصل إليه فيليبس بشكل بسيط بنقول أن زيادة مستوى الطلب الكلي زيادة الطلب الكلي بتؤدي إلى زيادة الاستثمار يبقى زيادة الاستثمار ديت لا بد أن تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة طب هو خلق فرص العمل الجديد ديت مش هيتطلب زيادة أقور العمال نعم سيتطلب زيادة أقور العمال ونتيجة لذلك هترتفع تكاليف الإنتاج يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج يعني ارتفاع الأسعار يعني زيادة معدلات الضخم يبقى أنا دلوقتي وفقا لما يقوله فيليبس زيادة الطلب هتزود الاستثمار وزيادة الاستثمار ها تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وهذا ما يستدعي ارتفاع أجور العمال يبقى أنا عشان أحل مشكلة البطالة وزود عدد العمال أو أخلق فرص عمل جديدة لابد أن أسمح بزيادة معدلة تضخم هذا ما يقول له إيه فيليبس أما في حالة الركود والكساد فطبعا بيبقى حجم الاستثمار قليل للغاية وبالتالي بتزداد معدلات إيه البطالة وتنخفض الأجور والأسعار مما يعني انخفاض معدل التضخم يبقى بتزداد معدلات البطالة وبتنخفض بتنخفض مين معدلات التضخم تزيد البطالة وينخفض التضخم الكلام ده في ظل الركود والكساد ولكن بشكل يعني بشكل يعني منطقة بنقول أن العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة بصراحة شديدة لم تزبط صحتها باستمرار هي ثبت صحتها في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لم تزبط صحتها باستمرار يعني في كافة دول عالم فقد شهدت الكثير من الدول الحالتين سويا وبنقول اللي هي حالة التضخم وحالة الركود مع بعضهما البعض وسميت في الفكر الاقتصادي الحديث بالركود التضخمي أو تضخم الركودي